نشرت صحيفة صربية معلومات جديدة عن عملية احتيال كبيرة تعرض لها مجرم الحرب أسام جويلي عن طريق مدير مكتبه المدعو عبد الباصة المزوغي المحتالون هم تجار أسلحة من تركيا وصربيا متورطون في عمليات بيع أسلحة بطريقة غير قانونية جويلي دفع عن طريق مدير مكتبه عبد الباصة المزوغي أموالا تقدر بـ 45 مليون يورو وذلك عن طريق شركة تحويل أموال يملكها مدير مكتبه المزوغي وبعد انتظار طال لأشهر لم ترسل الأسلحة التي طلبها جويلي ليختفي رجال الأعمال الأتراك والصرب عن المشهد وليفقد أموالا يبدو أن السراج أو أحد أطراف حكومته هم من سهلوا الحصول عليها عبر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس جويلي ومدير مكتبه كان يسعى للحصول على أسلحة ومعدات ومرتزقة عبر تجار الأسلحة الأتراك والصرب ليتعرض لعملية الاحتيال أو ربما قام جويلي ومدير مكتبه بسرقة هذه الأموال وتحويلها إلى حساباتهم ليوهم السراج أنه قام بشرائها وفي النهاية تظل أموال الشعب الليبي رهينة في أيدي السراج وزبانيته بحكومة العمالة والنهب ترجمة نانسي قنقر